انتم اتفقتوا على الاجرام على القتل على نهب اموال الليبيين انتم اتفقتوا ان بلادنا تكون خاضعة للدل من قبل البعتات ومن قبل اللي سمي شن تبه من السفرات بالله عليكم يا ليبيين احنا ربي حبانا بدولة وعننا سيادة السبوع الماضي لما تخش في مقر المفوضية يعني منها على سبيل المثال السفير الروسي باي حق باي حق هو يدخل وخاصة ان روسيا دولة معادية قصفة جنوب ترابلس قصفة بنغازي وقصفة درنا قولونا يا ليبيين هم تب يتحرك فيكم الواعص مبوش يقولوكم حتى الوطني الديني الدين وين يا ليبيين اليوم لا هدموا الكعمة النبي عليه الصلاة والسلام لا هدموا الكعمة ولا ازهاق دم مسلم اليوم المسلم في ليبيا وفي غزة في كافة ربوع العالم الاسلامي يقتل يشرد يهان القرآن العظيم ريتم بيوم معيونكم زمرة من الفاسدين والمبسدين يدنسوا في القرآن ويشتعلوا فيه في النيران ولم نسمح منكم ساكنا سواء كان مسؤولا إلا مرحمة ربي أم تم يتحرك فيكم الواعص الديني كنتم خير أمة وخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكر الله أكبر سبحانك سبحانك ربنا بلادنا والله ما لم سيبينها لآخر قتل الدم واشهدوا الله العظيم ما بيعنا الله سبحانه وتعالى إلا أحقاق للحق لو كان من صلب 17 شبراير أخطأ لقلنا لأخطأ هذا كان المنهج اللي عليه السلف والصحابة واللي أتباهي الرسول يقول الله عز وجل وما يتاكم الرسول فاخدوه وما يتاكم عينه فانته وينكم في النهي تصادف الماء العكر لما إنسان يخطي خطأ جسيم تتكلمه ونجو الصفحات ونجو المجالس كلها تتكلم به ولما نشوفه من المنكرات ولما نشوفه من إطلال الليبيين ما سمع لاش منكم صوت مقطع طالع فيه بعض الأخوة كلمة قالت بس لقيت عليها ستين تعليق ولما قلت للشيخ العالم العلامة الشيخ نادر العمراني ما سمعناش ولا كلمة في همزة أو في خطأ أو في كلمة الله غالب إنسان مش معصوم لكن الدم معصوم حجة الوداء على النبي عليه الصلاة والسلام اجعلها حجة على كل مسلم اللي قال لكم فيها دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا بالله عليكم أمتبت فيه يا شعبنا ووجه رسالة لكافة خادة البركان رغم ما كمش معصومين رغم اللي يخطى منهم لازم يقول أن يخطاط في حق وهالي وشهداء دورة التكبير رغم العصمة للحبيب حيث صلاة والسلام ما كمش معصومين اتقوا الله وارجعوا لولا فبراير ما كانش واحد يعرفكم بعد فضل الله سبحانه وتعالى من كان يعرف من كان يعرف القادة اللي متسمينها لفبراير من كان يعرفكم اليوم بعد الله سبحانه وتعالى حباكم بتورة مباركة اشتركوا في القناة